الشخصيات المعارضة لمطاومة الأمير عبدالقادر ثانيا أحمد بن طاهر طاضي أرازيو السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر ومرجع المعلومات ثانيا أحمد بن طاهر طاضي أرازيو بعد أن أصدأ الأمير عبدالقادر أمرا لتفت القبائل بعدم الاتصال بالجيش الفرنسي إلى أن أحمد بن طاهر أردم بصورة علانية على إمدادهم بالماشية والعلف وحتى الخيول للجناب بوي مخالف بذلك تعليمات الأمير لأن باية الخيول للفرنسيين تعتبر جريمة نتا لا تختفر ولم يتفي بمخالفة أوامر الأمير بل تعدها إلى المحادثة مع حاتم وهران وطلب منه احتلال مرفأ وقد حاول الأمير إعطافا لإستسال في غيبه فتتب له محذرا من سوء تصرفاته ومنذرا له من العطاب الشديد إذ هو استمر في أعماله ولاتنالقاضي الذي كان غير طادر عن التخلي عن الأرباح التي كانت تديرها عليه تجارته والذي كان متتلا على حماية الفرنسيين له تدواصل تمرده وبعد أن طبض الأمير علي الميداني صهر أحمد بن الطهر خاف هذا الآخر وأراد أن يثأر لصهره وبعد أربع أيام طلق نحو طبيلة الغرابة لمحاربة عبدالقادر الذي لقيه في سال الهبرى فحصلت معها تتصيرا في الثالث عشر أفريل فاستطاع الأمير القبض عليه وإساله متبلا وفي تتاب تحفة الزير ذكر مؤلفه أن عبدالقادر هو الذي فاجأ القاضي في عرض داره بأرازيه ومن ثم السيق إلى ماسكر حيث أصدر تعليمات صارمة بعدم اتخاذ أي إجراء ضده في الورطة الحاضر ورتب في اتجاه بان عامل لمعالجة بعض القضايا التي اضطرته للبطاهنات عدة أيام وكان نية عبدالقادر إعطاء فرصة للقاضي حتى يفتدي لنفسه التي كان قد أحلها بناء على تعاليم القرآن بخمسمائة فراند ولكنه عند عودته لمعستر وجد القاضي قططيلة وقد أذهله هذا الأمر وعلم أن والده محي الدين هو الذي أمر بمحاتمته على الفور وقد فطيهت عيناه وقدطعت يداه ورجله ووضع في ساح الصرايا حتى مات بعد ثلاث أيام إن مسؤولية هذا العمل الفاضية التي كانت بارتراف تلقاه من أحد منفذي الحر قد ألقاه بعضهم على تيل عبدالقادر تيدا له اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد كما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على آل محمد وعلى آل محمد